السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فقرة تغريدة وتعليق تغريدة اليوم من حساب الداعية الأردني أو الإماراتي وسيم يوسف وهو بالأساس كان يعمل في تفسير الأحلام ثم ترقى إلى درجة داعية بعد أن اشترته الإمارات وأعطي الجنسية بعد ذلك هذا الفيديو ربما يكون فقط عبارة عن توثيق سريع للمستوى الذي وصل إليه هذا الداعية حيث تحول من رجل يفترض أن يدعو إلى الله إلى ضابط مخابرات ربما أو لجنة إلكترونية أو روبوت لا أدري ما هي القصة على سبيل المثال لو أخذنا هذه التغريدات التي نشرها على حسابه أمس لرأينا أنها لا يمكن أن تنشر إلا على حسابات أمنية أو حسابات سخيفة لا علاقة لها بالدعوة أو الإسلام يعني داعية ينشر صورة من رسائل مزورة وأقل طالب في الفوتوشوب يستطيع أن يصنع رسائل كهذه بكل بساطة لكن الفكرة هنا ما هي علاقة إمام مسجد برسائل كهذه حتى وإن صحت هذه الرسائل فما علاقة الدعوة أو الإسلام بهذه الرسائل التي أقل ما يقال عنها مخابرتية سخيفة طبعا ليس موضوع هذا الفيديو الدفاع عن قطر أو الرد على محتوى هذه الرسائل فهذا نتركه للإعلام القطري لكن في الحقيقة أنا أتمنى من الجميع أن يشاركوا في التعليقات حول هذا الموضوع ولماذا ينشر وسيم يوسف هذه التغريدات وهذا الكلام الذي نتحدث به الآن هو عبارة عن دردشة وتوثيق سريع لا أكثر ولا أقل يعني إذا نشر ضاحي خلفان أو حمد المزروعي هذه الرسائل على حساباتهم ربما يعتبر ذلك شيئا عاديا بالنسبة للجماهير فهذا هو المعتاد والطبيعي من هؤلاء لكن داعيا وإمام مسجد كبير ينشر هذه التغريدات السخيفة على حسابه كمصدر لمعلومة متوقعة ربما تحدث في المستقبل بناء على اجتماعات أو محاضرات ذكرت في هذه الرسائل فهذا شيء عجيب يعني من الذي يحرك وسيم يوسف هذه الأيام؟ هل هو جهاز الأمن الإمارات مثلا؟ أو ربما ضاحي خلفان استنكف أن ينشر هذه الرسالة على حسابه فأرسلها له لكي ينشرها يعني ضاحي خلفان خايف يفضح بهذه الرسائل أو ربما حمد المزروعي المعروف بالسخافة والسماجة خشي أن يتهم بالكذب فتركها لوسيم يوسف ما الذي حدث لهؤلاء الدعاء؟ يعني هذا المستنقع الذي وصل إليه هذا الداعي المجنس وسيم يوسف بلا شك في مصلحة المسلمين حيث كشفت هذه الأزمة حقيقة هؤلاء الروايبضة شيوخ السلطان أو شيوخ العملة وكيف أنهم بكل سهولة يمكن استخدامهم من قبل الطغاء بل أقل عسكر الآن في أجهزة الأمن يستطيع أن يحرك داعية في دول الخليج لكتابة تغريدات تافهة ولكن كل هذا كما قلنا يصب في مصلحة المسلمين الحمد لله الذي كشف هؤلاء الدعاء وفضحهم بأيديهم وهذا من حكمة الله حتى يعرف الجميع حقيقة هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بحسن الأخلاق والتعامل مع الآخرين والمسامحة والصفح والعفو كل هذا الكلام انتهى في أزمة صغيرة كالأزمة التي تحدث الآن بين الدول الخليجية فقط كان هذا تعليق سريع على هذه التغريدات المنشورة على حساب مفسر الأحلام السابق وسيم يوسف والتي استفزتني لتسجيل هذا الفيديو شكرا لكم على المشاهدة وشاركونا بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته